هل عيب ان المواطني الاردن يشتغل شغلتين هل لازم احنا نشتغل ثمن ساعات عشان انا اخد 350 دينار وقدايا عشان اعيش فيهم طب ليش ما أشتغل كمان شغلة يااخي ليش ما اشتغل كمان شغلة أشتغلي كمان شغلة؟ كاش في مولا اخدني كمان 350 ليرة 300 ليرة يااخي 260 ليرة خلينا اشتغل شغلي بار تايم هاي صار رايت بتجاوز ال 500 دينار هيك انا ممكن اوصل ال 700 دينار انا لعاد انا ممكن اشتغل في كل دول الناس بره بتروح تحرص 16 ساعة اما اننا في البلد بده يشتغل 8 ساعات بس وبده تعديل راتب المعادلة مش مزبوطة هيك صدقا للامان المعادلة مش مزبوطة بدك تحصل فلوس بدك تشغل وتتعب بدك تسعى عشان تحوش وتعمل شيء لنفسك مشكلة المواطن الاردني اللي بيشتغل 8 ساعات اجازة اخر الشهر او اخر السنة او واتفر 25 ليرة ولا 30 ليرة هدول بيقعدوش على طول بيلاقي لهم مصرف على طول بيلاقي لهم شغله على طول بيلاقي لهم شغل يشتريها او يروح ياخد قرد عشان يدفع شهري الخمسين اللي يرى اللي طلعوله احنا ما بنعرف نحوش يا جماعة الطايح رايح عنا والله العظيم اصرف ما في الجيب هذا الشعار اللي موجود عنا في البلد هنا ما حدا بيشتغل لبكرة بيشتغل لليوم بس لو بده يشتغل لبكرة بيضغط حاله طالما انت عندك قدرة على العطاء انتو شباب مجتمعنا مجتمع شاب والله العظيم انا بتذايق من شباب بالعشرينات عالثمان ساعات افف بتأفأف يا زلمي بدنا تعديل راتب احنا والله الواحد بتعب شو بتتعب شو قاعد بتعمل انت شو شفت بحياتك انت لسه لا بدك تتعب بدك تحرث عشان يتأمن مستقبلك ابوك بقى يقطع من بلد لبلد من بلد لبلد كان كان يقطع كانوا من الاردن وروعة فلسطين يجيبوا حجر ومن فلسطين يجوا على الاردن هنا يقعوا ثلاثة ايام في البر وهو ماشي عشان عشان عمر لك هذا البيت اللي انت قاعد فيه ورثته وبتتقاتل انت واخوانك على ورثته اشتركوا في القناة